يناقش مجلس النواب بجدول أعمال جلسته المنعقدة اليوم ضمن الفصل التشريعي الأول يناقش ملف السيطرات والنقاط الجمهورية المستحدثة إضافة إلى استضافة مدير البنك المركزي بشأن تلف المليارات السبعة وبحسب الدائرة الإعلامية للمجلس فإن جدول الأعمال تضمن أيضا النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض أعضاء المجلس وتصويته على صيغة قرار خاص بقرارات مجلس الوزراء السابق خلال فترة تصريف الأعمال فضلا عن موضوع عام للمناقشة بحضور محافظ البنك المركزي وأعضاء مجلس الإدارة ومدير المصرف العراقي للتجارة